طبعاً الأهلي فيما تعلق بالسوبر السوبر طبعاً نهاردة كان فيه بعض الأخبار التي توردت والغير جيدة عن إمكانية إلغاء مباراة السوبر اللي مقرر لها يوم عشرين فبراير في أبو ظبي الجميلة الرائع أسباب هذا الأمر وفقاً لمعلوماتنا هو أمور خاصة بالعقد اللي ما بين بريزنتيشن وما بين شركة أبو ظبي حاجات خاصة بالرايتس بالحقوق والحمد لله علمنا زي ما كتبت المواقع أنه تم حل يعني بنودر خلافة أنا بس عايزة أقول حال يعني لا مجال إطلاقاً يا جماعة لوجود خلافات إطلاقاً بيننا وبين قناة أبو ظبي أو شركة أبو ظبي ما فيش مجال إطلاقاً للخلاف إحنا وهم إحنا إحنا لاتنين شركة واحدة بيدوي لأن مصر والإمارات بلد واحد ويعبر عنها كل المسؤولين على مستوى الدولة من أرفع مستوى حتى آخر مستوى وبالتالي مستحيل نقف عند نقاط مستحيل مستحيل وكمان خلينا أكد أن أهل أبو ظبي أهل كرم طبعاً 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 فدون الدخول في تفاصيل نقاط الخلاف مش حاب أن أعرفها بس ما نفعش أن أنا أتكلم فيها يعني إحنا كشركة بريزنتيشن المحترمة جداً طبعاً وطبعاً قناة أبو ظبي وشركة طبعاً أبو ظبي أو مجلس أبو ظبي وطفر أين كان المسمى يعني إن شاء الله بإذن الله الأمور تبقى طيبة وجيدة وما خلاص تغاضوا عن كل الأمور والأمور تم الاتفاق عليها خاصة البنود التعقودية كان هناك اتفاق مسبق على بنود معينة ونك بعض البنود ما كانتش واضحة قوي تم توضيحها كان فيه خلاف يهدد بالفعل بعدم إقامة المباراة لكن الحمد لله تم تلاشي هذا الأمر وستقام المباراة في معايدة والتحاد الكرة بعت للأهل وبعت للزمالك موعيد والحكايات والريات وتم كمان تعيين حكم المباراة تم تعيين حكم المباراة وطبعاً الجنوب الأفريقي جميز واحد من يعني كبار القارة في التحكيم ده السوبر الأفريقي جميز أنا آسف هم جايبين طاقم أجنبي طاقم أجنبي هيدير هذا اللقاء طاقم أوروبي لسه لم تعلم اسمهم لكن مجلس أبو ظبي هو اللي هيتكفل بالمصروفات الخاصة بهذا الحكم